رنى طارق هي التي أحرقت المستودع رنى طارق التي تريد تهديد الخطوة التالية ستكون رنى التي تتأكد من أن طارق مسؤول عن الحريق الذي اندلع في المستودع لا يمكنها أن تفهم حقيقة أن هذا الحادث الذي تسبب في خسارة مالية كبيرة للشركة حدث بسبب أليف رنى متسائلة عن سبب أهمية أليف لطارق تأخذ نفسا في القصر تريد رنى الحصول على كلمات من أولئك الموجودين في القصر ولكن من خلال ارتكاب خطأ فادح للغاية فإنها تسبب توترا في البيئة من ناحية أخرى تفكر كيرين في كيفية الخروج من الأعمال السوداء بينما تحاول عدم عكس المشاكل في الشركة لأمها يشتبه ماسيد في أن كيرين في ورطة لكنه لا يستطيع الحصول على معلومات من ابنه بعد أن أدركت أن رنى على وشك شيء ما خلف ظهرها تذهب طارق إلى منزلها للتحدث معها لكن حجة طارق ورنى تنتهي بحادث سيد عندما تدرك رنى أن طارق أشعل النار في الحجز لتدمير ملصقات ألف تحاول الحصول على كلمات من حمير لمعرفة حقيقة الأمر بعد أن أدركت أن حميرا لا تعرف شيئا بدأت رنى في البحث عن فم أليف وفيلدان هذه المرة رنى التي تعتقد أن طارق لديه سر كبير جدا مصممة على عدم ترك هذا الأمر يدرك طارق أن رنى تحاول فعل شيء حياله وتذهب إلى منزلها رنى وطارق يجادلان ستسبب نهاية المناقشة خطرا جديدا على طارق يضع طارق اللوم على حارس المستودع عدم قدرة كريم على تصديقه يجعل طارق أكثر غضبا من ناحية أخرى تتعلم رنى معلومات مهمة عن ألف من فم طارق الأسرة التي أخفت من ماسيد مدى الضرر الذي سببه الحريق في المستودع لن تتمكن من التعافي من الحدث غير السر لفترة طويلة من ناحية أخرى يقع كيرن في مشكلة كبيرة مع حقيقة أن المنتجات التي تصل في وقت التسليم لا يمكن إرسالها من ناحية أخرى يخبر طار أوشك رجال الشرطة الذين جاءوا إلى الحجز للتحقيق أن الجانية هو حارس المستودع ومع ذلك يقترب كيرن من الحارس بموقف وقائي لأنه يعتقد أن الحارس بريد يذهب طار أوشك الذي يعتقد أن كيرن قد وضع حجرا في عمله وغاضبا من الداخل إلى غرفته رانا الذي يلاحقه يسمع أشياء من خلال باب ديسمبر أنه سيفهم مدى تبريره في شكوكه لكن ما يفاجئ رانا حقا هو ما يقوله طارق عن ألف ماذا تعلمت رانا عن ألف؟ يستمر اهتزاز الحريق الذي اندلع في المستودع في الحجز يحاول طارق العثور على شخص يلومه من خلال التحقيق الدقيق في سبب الحريق وإدراكا منها أن طارق الذي يحاول إلقاء اللوم كله على القائم بأعمال المستودع متروك لشيء ما فإن رانا تعطي طارق وقتا عصيبا من خلال إخبار شكوكه لطارق طارق الذي يشعر بالقلق بشأن ما قالته رانا يتخذ إجراءات لفداع كيرن من ناحية أخرى عندما يرى ملك صورة أليف التي وجدها بالصدفة بين القمامة يستسلم لإثارته ويتحلل عندما يفتح عينيه ينهار عندما لا يستطيع رؤية الملصق مع الصورة المطبوعة بجانبه هل سيتمكن من العثور على ملصق الملاك الذي حاول إقناع من حوله بأنه شاهد صورة أليف لكنها فشلت بطريقة ما في النجاح؟ يزعج طارق أن يجعل كريم أليف وجه الإعلان هل فوي طارق الذي أحرق المستودع حيث تم العثور على ملصقات أليف يتم الكشف عنها؟ طارق الذي لا تسير أعماله بالطريقة التي يريدها يغضب بشدة من كون أليف وجه الإعلان ويقرر اتخاذ إجراء حرق المستودع حيث توجد الأحذية التي سيتم استخدامها في مشروع كيرم وملصقات أليف يدمر طار أوشك المشروع الذي يعمل عليه منذ شهور عندما يكتشف كيرم أن هناك حريقا في المستودع ينهار يجب على كيرم الذي تكون أحلامه مقلوبة رأسا على عقد مشاركة هذا الموقف مع عائلته لكن حجم الكارثة مخفي عن ماسيد من ناحية أخرى تشعر أليف بالضيق الشديد عندما تسمع أن الملصقات التي ستساعدها في العثور على والدتها قد أحرقت يطلب كيرم من الشرطة التحقيق في الحادث على هذا يواجه طارق الذي يتم استجوابه وقتا عصيبا هل سيكون طارق قادرا على خداع رجال الشرطة؟ تكتشف أليف أن الصور التي تم التقاطها سيتم تعليقها في جميع أنحاء المدينة وهي تنفجر بسعادة كما أن السفريا وكريم متحمسان أيضا لأن الملصقات التي تحتوي على صور أليف ستطرح في اليوم التالي من ناحية أخرى تمكن طارق من إقناع حمير بأنه لا يخون الأكاذيب التي يرويها عندما رأى صور أليف على كمبيوتر الشركة بدأ تار أوشك الذي أصبح غاضبا من الغضب يفكر فيما سيفعله لمنع هذا المشروع ماذا سيفعل طارق؟ من يدري أنه ستكون هناك إمكانية للعثور على والدته عند نشر صور أليف تعمل خطة رنى وتعتقد حميره أن طارق يخونها عندها تأخذ رنى أنفاسها بجانب طارق لتنفيذ الخطوة الثانية من خطتها نتيجة للخطة التي وضعها مع رنى جين تمكن من خداع حميره تتأكد حميره الآن من أن طارق يخونها لمشاركة مشكلته يذهب إلى رنى عندما يرى أن رنى حميره مدمن مخدرات فهو سعيد جدا بالداخل يتصرف بشكل ودي تجاه حميره ويحاول إقناعها بأنها مخطئة بشأن طارق رنى الذي يلعب الثنائي ثم يجلب لطارق أنها وهميرا يتحدثان ويجعل الأمور أكثر تعقيدا ثم يضع طارق خطة لتبرئة نفسه من ناحية أخرى يفاجئ كيرم أسفريا أليف عندما يعودان إلى القصر أليف سعيدة جدا بالمشهد الذي تراه وآمالها في العثور على والدتها تصبح أكثر خضرة يتم التقاط صور أليف للأعمال الإعلانية أليف التي تعتقد أنها على بعد خطوة واحدة من والدتها سعيدة للغاية من ناحية أخرى تضع رنى خططا جديدة لفصل حميره طارق يبدأ العمل للحملة التي سيكون فيها أليف هو الوجه الإعلاني تصبح أليف أكثر حماسا عندما تعتقد أن والدتها ستتمكن من رؤية الصور أثناء التقاط الصور بينما تحلم أليف باللحظة التي تلتقي فيها بوالدتها وتحاول أن تكون سعيدة تعيش ملك على أمل اليوم الذي ستجد فيه ابنتها من ناحية أخرى تكتشف رنى أن طارق ترك هاتفه في القصر ويضع خططا مع جيم انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات